أكد وزير الخارجية سامح شكري على الاهتمام الذي توليه مصر لمشروع مركز مجد يعقوب رواندا مصر للقلب لما يمثله المركز من تكسيد فعلي للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين وخلال استقباله لنظيره الرواندي ناقش الوزيران التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات بما في ذلك الإعداد للدورة الثانية من اللجنة المشتركة في كيجالي خلال النصف الثاني من العام الحالي كما تطرق الوزيران لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث استعرض وزير خارجية ارواندا تطورات الأوضاع في شرق الكونغو وما تناولته القمة الأخيرة التي استضافتها بروندي في الرابع من فبراير الجاري